طبعاً الفعاليات مازالت مستمرة فعاليات وأحداث المهرجان القومي للمسرح في دورته الستاشر دورة الزعيم عاد الإمام وطبعاً عروضه انتهت بتكريم عدد كبير من الفنانين والفنانات المبدعين الحقيقة وكان من ضمنهم الفنانة الشابة المبدعة إيمان غنيم إيمان فازت بأفضل ممثل الدور أول عن مسرحية ياسين وبهية للكاتب الكبير نجيب سرور رحلة محترمة وكده لإيمان على خشبة المسرح الترجمة لحالة فنية إبداعية متميزة خلينا نبرك لها الأول على الجيزة ونقول لها ألف مبروك ونطبع عليها صباح الفل عليك يا إيمان أهلاً وسهلاً صباح الفل أهلاً خير يا إيمان صباح الفل الله يبرك فيك وتشكل أول طيب خلينا نتكلم الأول عن الدور وش السعد الجبلين للمركز الأول ياسين وبهية عملت في إيه؟ أنا عملت دور بهية وهي لرائعة الكاتب الكبير نجيب سرور بهية اللي كتبها نجيب سرور بهية عملت بكذا شكل وبكذا اسم لأن هي رمز للستة المصرية وكلمة بهية أصلاً جاية من البهاء والحسن والجمال والفتنة والذكاء اللي هي أصلاً الصفات بتاعت الستة المصرية الأصيلة وهنلاقيها برضو نفس بهية هي في فلاحة محمود مختار المثالة العظيم اللي هي موجودة في تمثال نهضة مصر هنلاقيها هي الفلاحة اللي في لوحات محمود سعيد فيعني لو جاز التعبير هي دي بهية في كل الأعمال الفنية بهية نجيب سرور بتختلف في أنه هو كان بيكتبها بحب جديد جداً يعني أكتر من بحس من عبر عن حب مصر بصدق هو نجيب سرور في بهية تحديداً وكتبها زي ما هو بيحبها يعني حتى في النص الأصلي هو كتب لها وصف شكلي وصف شكلها وشعرها وجلبتها وعنيها ورمشها لحد كعب رجليها أدق أدق التفاصيل هو كتبها كما يهواها يعني زي ما هو بيحبها فحتى جيت أجسدها علينا أو بالنسبة لي كنت عايزة أعملها زي ما هو كاتبها بالضبط يعني أنا مش عايزة أضيف أي جديد لأن الصدق ده لو أنا حاولت أقرب منه بقدر الإمكان فأنا هبقى أعملتها حاجة كبيرة فده اللي أنا عملته في بهية لكن كان عندك إضافات برضو آه لأن إحنا طبعاً عملناها على المسرح بيبقى الزمن أقل فاختزال المعنى ده كله والمدلول والرمزية بتاعت بهية فعدد مشاهد قليل هيحتاج أن أنا أعبر عنه بإكسسوار بملابس بمدلول لون فحاولت أن حتى الجلاليب بتاعتها تبقى مدلول لونها لون الحصاد لون الزرع لون الحب وعلى مدار العرض كله كانت برضو معظم الجلاليب الفلاحي بتاعتها فيها ألوان عالم مصر يعني حتى في مشاهد الحب خليت الجلال بيها حمر وهو اللون الأحمر اللي في عالم مصر في الفرح في أول مشهد كان الأبيض طبعاً في الفنال كان الأسود وتحتيل أحمر لأنه أكيد ما بيبقاش أسود خالص لأن يسين اللي هو مات في حبها وكل من يموت في حبها فهو شهيد وأحيانا عند ربهم يرزقون فصحيح بيبقى فيه حزن ولكن فيه حب وفيه برضو حالة من العيش الدائم وفي الإكسسوارات كمين جبت في الإكسسوارات بتاعتها كان الحلقة اللي هو المخرطة الفلاحي القديم بتاع زمان والكردان لما جيت حطيته على لبسها ما حطيتش الكردان الفلاحي المتعرف عليه لأن زي ما قلت لحضرتك أنا حاولت أعمل اختصارات علشان تدل على بهية كاملة في وقت زمني قصير فكانت جلبية اللي هي الجلبية الصفرة اللي عليها الوردي دي أخذت جزء معين من الكردان اللي هو الجزء اللي فوق من غير الثلاث أهلة اللي نازلين وخيطتوا على الكولة بتاعتها عشان يبقى رمز للفلاحة برضو أنت شوقتين أن نعرف القصة ولوه باختصار باختصار في قرية بوهوت فد أهلية وهو كان الكاتب الكبير نجيب سرور بيعيش في قرية خطاب فد أهلية دي كانت قرية مجوعة كان مكتوبة في زمن الإقطاع كان الأصر بتاع الباشا الموجود واستغلاله للفلاحين وبياخد الغلة منهم ويدهمشو فلوس غير أقل القليل فكانت الثورة من نجيب سرور ومن الفلاحين ضد الظلم والإقطاع فكانت بها رمز للأرض ورمز للسلطة الغاشمة اللي تيجي عليها وقد إيه هما بيدافعوا عن عرضهم لأن الأرض عند الفلاح عرض فكان بيدافع عنها وعن حبه اللي هو ياسين بقى ابن عمها وكانت قصة الحب بينهم هما الاتنين وإزاي مش قادرين يتجوزوا لأن ما فيش فلوس لأن كل سنة الباشا بياخد الغلة وبيدهم ملالين لحد ما بييجي فيه زي زي كده عادة أن هو بيطلب أجمل بنات في القرية تشتغل عنده في القصر ومعنى أن هي تشتغل عنده في القصر في الأرياف أن ده انتهاك للحرمة ولا العرض فمعنى أن بهايها ضدية فبتقوم الثورة ما بين الفلاحين وما بين القصر اللي هو الإقطاع أو الفساد بقيادة ياسين وفيه مشهد برضو عظيم كاتبه الراحل نجيب سرور الرائع المبدع أن فيه مشهد بتقوم حريقة في القرية اللي هي قرية بهود فبييجي ياسين والأول مرة الأول هم طول الوقت بيتشكوا من الظلم ومن الفساد وما فيش أي فعل إيجابي فبييجي بيخبط على كل بيوت القرية كأي حدث مش سعيد بيحصل في القرى المصرية لأن الناس بتتكاتف مع بعض بلا اتفاق مسبق فياسين بتقود الشباب في صف وبهي بتقود النساء في صف وبيحملوا جرادة للميا وبيطفوا الحريقة اللي حصلت في القرية المشهد دو إن يبدو بسيط جدا ولكن هي دلالة طبعا طبعا ونجيب سرور عايز يقول إن الست المصرية والفلاحة المصرية ما هيش بس البنت الضعيفة الرئيئة الجميلة اللي بتنتظر الفارس لا هي برضو إيجابية وقدرة على الفعل وقدرة على إنقاذ بلدها أو المشاركة المجتمعية بشكل إيجابي فهو بصراحة كان مبدع وأنا كنت محظوظة بأن أنا عمل به أنت أبدعت الحقيقة الله يخليك متشكرة يمان لما الفنان بيبقى دارس وبيعارف بيتكلم يعني أنت بتكلمي بمنتهى الشغف ومنتهى الحب وشرب النص شربي يعني فعلا واخد بلك منه قوي واخد بلك من التفاصيل وبتعيدي سردها وبتعيدي حكيها برؤيتك وبوجهة نظرك وبشكل مبسط ده أنت عملتيه في أكتر من حاجة لغاية موصلتي للنضوغ ده في الدور اللي عملتيه في بهاية وياسين لا أنا أعتقد أن إحنا خبراتنا يعني بالذات في أي شغل آه الخبرة هي اللي بتجتمع فبتخلي عندنا وجهة نظر يعني أنا في الأول درست فنون جميلة فدرست الفنون الجميلة أو الفان التشكيلي عموما بتنعكس في التفاصيل فبنبقى واخدين بالنا من أدق التفاصيل في كل حاجة فما باجي أدرس شخصية علشان أعملها أو أذكرها فغصب عني ببص التفاصيلها لا إرادي ملابسها مثلا وإكسسواراتها أنا معظم الأدوار اللي اشتغلتها أنا اللي بعمل الإكسسوار والملابس مش عشان حاجة أكتر من أنها بحس أن هي دي الشخصية أنا خلاص وجدتها الجسدت يعني بقيت لحمة ودم موجودة فما حدش هيقدر يلبسها هي تلبس نفسها خلاص أنت تفهم الشخصية وتتواصل بعد كده مع المخرج مثلا وتعرضي عليه طبعا ما طبعا بالرجوع إليه وبالرجوع للسطايلست أو مصممة الأذياء بس بحس أن يعني أنا اللي بلبس نفسي فلو بها أنا خلاص أو جدتها وبقت حضرة أكيد هي أقدر واحدة على أن هي تعمل ده واختصار بقى اللون ومدلوله واللي قط هت الأكسسوار ومعناها وأن أنا لم الدراما دي كلها وحط لها رموز عشان حقق رؤية المخرج ورؤية الكاتب فأعتقد أن دراسة الفن التشكيلي مع الفنون المسرحية أفادتني في ده ده نضج على فكرة أنه يصل الممثل لهذه المرحلة ده نضج مش مجرد مؤدي للنص أو أنه بيقرأ السكريبت بتاعه وبيطلع يقدي قدام الشاشة لا أنه يدخل في عمق الشخصية عشان يقدر يجسدها وعشان بالفعل تصل الجمهور زي ما المخرج وزي ما رؤية العمل نفسه موضوعة بيقدر أنه يوصل هذه الرسالة للجمهور أنت اشتركت في أعمال درامية وشاركت طبعا الزعيم عاد الإمام في العراف وغيرها بداية المسرح هل شايف أن المسرح فرق عندك؟ فرق في الدراما فرق عندك وانت رايحة بقى للدراما آه طبعا طبعا أنا بحس أن أي ممثل أو أي فنان يعني بيبتدي من المسرح فهو بيبقى مؤهل أو كل أدواته بتبقى متمرنة يعني زي الجم كده أنا دي ما نقول أن المسرح هو الجم بتاع الممثل لو أنت فقدت اليقطك الفنية خلاص هتروح بالوقت فشغل المسرح بيخلي أولا اللي تصال مباشر مع الجمهور في منتهى الصعوبة فأنك كل يوم تبقى بتعرض وبتاخد ده بشكل مباشر وبناء عليه بنغير يعني إحنا بنعرف بيبقى فيه إحساس بين الممثل على خشبة المسرح وبين الصالة إحنا بنعرف زي بزبط مباشرة في يوم عن يوم لحد التجربة ما بتندق للشغل نفسه فدي بتبقى خبرة لما نوصل لها وما بتحصلش غير بالإحتكاك المباشر فلما بنجي نشتغل قدام الكاميرا أنا بحس الموضوع بيبقى أسهل قوي ما بقى عرفت بقى الجمهور عيدية وبيبقى أسهل يعني ما فيش رهبة أكتر من الاتصال المباشر الكاميرا بتبقى أهدى شوي أحن فوزك بالمركز الأول في دورة الزعيم عدل إمام بعد شغلك مع الزعيم عدل إمام أحكيلي بقى عن كواريس الشغلة مع زعيم عدل إمام وإزاي الدور ده فرق معك أول حاجة ما خدت الجايزة وعليها اسم الزعيم الكبير الفنان عدل إمام دي كانت أحسن حاجة وحصلت في حياتي يعني حسيت أنه قدر أن شغلي معاه كان علامة فريقة في حياتي كلها إلى الآن وأعتقد أنها مش هتتكرر لأن الزعيم ما فيش نجم بحجمه ولا بخبرته لما جات النفس الجايزة ودي صدفة طبعا جميلة جدا وعليها اسمه أنا كنت فخورة أوي قلت أنا لازم أروح له وأقول له لأن هو كإنسان هحكي لحضرات برضو عن كواليس العمل معاه أنا حسيت أن أنا عايز أفرحه وأقول له بص حضرتك أنا أخدت جايزة أحسن ومثلة عليها اسمك بس طبعا ربنا يديله الصحة أنا يعني الموضوع صعب شوي بس أنا في كل برنامج وفي كل لقاء صحفي أنا بقول ده وأنا ممتناله جدا جدا والكل نصيحه وكلامه على المستوى الإنساني قبل الفني لأن في تجربتي معاه نص التاني من سؤال حضرتك لما اشتغلت في العراف كان إخراج أستاذ رامي إمام وأنا كنت الحقيقة اختيار وترشيح أستاذ رامي كان شافني في كذا عمل مصرحي أبداها مثلا يجيب سواء 8 سنين والحمد لله برضو حظي الحلو كان رقمي لسه معي وأنا مغيرتش رقم خالص فهو عمل كاستنج للدور من شغل يعني على المصرح هو فاكر الشكل والتركيب فكان الدور هو بنت يسارية اسمها شمام الشنيشي لابسة ندارة غليزة شوية فبتقلل من جمالها كبنت وهي مهتمة بالشأن السياسي والصورات والاعتصامات أكتر من اهتماء بحياتها الشخصية فبيجي شريف رامزي النجم الكبير ابن الزعيم عاد الإمام في المسلسل وهو من طبقة تانية خالص غيرها هي من طبقة شوية متوسطة ورفقة الحال يعني فبيروحوا يخطبوها فهي شايفة أن الطبقة الأغنى دي طول الوقت هي اللي واخد حقوقهم بطبيعة تفكيرها يعني وهي برضو شخصية كان أستاذ يوسف معاطي كاتبها بدرجة كوميدية من الكاريكاتير ففي بعض المبلغات فكانت هي شايفة أن الطبقة دي كلها حرمية أنتوا بما أنه كنتوا الأغنية وكده أنتوا اللي سرقتونا واخدين حقوقنا وبتاع فكان أول مشهد ليا مع أستاذ عادل أنه هو جاي يخطبني هو والنجم الكبير شريف رامزي وأنا بطردهم من البيت لأن دي بجت نظري عنهم وريحة اعتصام غزل المحلة مع العمال فكانت مفارقات كده ده كان أول مشهد طبعا أنا كنت في غاية الرعب والخوف من أستاذ عادل مش منه هو بشكل شخصي هو كنجمه بهذا الحجم أنا حاسة أن المشهد قدامه زي ما قال الفنان الكبير عمرو رامزي ده دكتوراه يعني شهاد التخرج لوحده فأنا ينجح يسقط كانت حدي بالنسبالك طبعا طبعا والأي حد والأي حد فالحمد الله عملت المشهد وعدى بسلام فمن بعدها بقنا حبيب فكنا في البريكات أو في تغيير الإضاءة أو كذا الأستاذ بنقعد نتكلم مع بعض داني نصايح عمري ما هنساها عشان كده أنا طول الوقت بقول أنا الجائزة دي فخورة بيها إن عليها اسمه وأتمنى أنه يكون سمعنا بقولي يا رب أكون نفست نصيحة واحدة أو استفدت بكلام حضرتك وثقتك فيه عظيم سامح حسين من الفنانين اللي احنا دايما كجمهور كده شايفين واحد مننا فعلا وفي نفس الوقت فنان راقي أوي ودمه خفيف وأداءه المصرحي أكتر من رائع أنت اشتغلت معايا بمصرحية سيل الشغل معايا عاملين لا الشغل معايا ممتع وكواليسه جميلة هو زي ما هو بيباني قدام الناس خلوق ومحترم وفنان واعي ومثقف جدا ودي حاجة مهمة في أي فنان وزي ما حرك كنت لسه بتقول الدراسة أو الوعي بيخله التمثيل أو الفن عموما بيطلع بشكل بيطلع بشكل مختلف فالنجم الكبير سامح حسين الشغل معايا ممتع وبيضيف في المصرح هو بنوعد لأول أعداد عمل بنتكلم وبنتناقش وهو بيشوف إمكانيات كل واحد معايا ودايما بيقدم محتوى مهم يعني زي ما هو كوميدي وبيطلع ابتسامة ومتعة زي ما هو عنده رسالة هاردي سيل من أهم العرض اللي شاركت فيها لأنه كان بيناقش قضية مهمة أول هو كان تابع لوزارة التضامن الاجتماعي وإنتاج صندوق معالجة الإدمان والتعاطي هو كان عن رواية ميخايل رومان الدخان الكاتب الكبير وكان معمول لها إعداد وإخراج الأستاذ عمر حسن كنا بنعرض في الجامعات عرضنا في ست جامعات بشكل يومي يعني كنا نرجع من السويس النهاردة بكرة في بورسعيد نرجع بكرة في المحلة بعده في اسكندرية وعرضنا في كل أماكن عرضنا على خشبات مسارح عرضنا على خشبات مدرجات حقيقي بس التواجد وسط شباب الجامعة وإن إحنا بنقدم لهم قضية في قالب فني راقي كمان وقضية مهمة لهم أنا حسيت أن أنا عملت حاجة يعني كان لها مرضوط حتى إنساني عالي والشغل مع أستاذ سامح طبعاً ممتع جداً جداً خطوطك اللي جاي إيه؟ اللي جاي إحنا إن شاء الله هنفتح من يوم الخميس اللي جاي ياسين وبهية تاني إن شاء الله إن شاء الله وما أعرفش رتبط بحكتين مع بعض يعني حتى ما في بعض الناس وثقوا فيها وكلموني في أعمال مسرحية خلال الأسبوع اللي فات أنا قلتهم لما أخلص ياسين وبهية إن شاء الله نبقى ممكن نشتغل ما تنقش بقى وقتها أيوة لإن أنا بيبقى أخذ كل وقت شغلي بيأخذ تفاصيل كتير ووقت كبير فما بحبش أقدم حاجة مش على نفس المستوى طيب إيه رأيك في المسرح اليوم ندون يعني إحنا المسرح جي لفترة من الفترات كده وما كناش بنشتغل مد مصرحية قيمة الناس ينفع تتفرج عليها بتقدم الكوميديا وفي نفس الوقت فيها رسالة زي ما أنت كنت بتتكلمي دلوقتي خلال الفترة الأخيرة دي أنا ملاحظة أن فيه انت عايشة كده في المسرح أيوة هو ده طبعا إحنا مؤخرا المسرح بدأ يرجع للعهد القديم بس ده بيبقى حاصل طول الوقت يعني بتيجي فترات سياسية واجتماعية بعدها بالذات فترات التغير بيجي بعدها فترات ركود وبتبقى الحالة الفنية متأثرة بس أنا أعتقد أن إحنا الدنيا عندنا رجعت تبقى أحسن اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وكل حاجة فالمسرح بيتأثر فهو إن شاء الله إن شاء الله الفترة الجاية المسرح المصري هيبتدي السعيد مكانه أكيد طيب أنت تقولي وش بتعرف ترتبطي بأكتر من حاجة في نفس الوقت ده بخصوص المسرح لكن كدراما بقى وككاميرات وتليفزيون وحاجات زي كده هل متاح إنك تقدر يتعملي أكتر من حاجة في نفس الوقت؟ أتمنى طبعا أتمنى إن شاء الله أكيد إيماني وحن سعيدنا بوجودك معنا النهاردة وحقيقي أنت عارفة أنت بتقولي إيه ودرسة اللي أنت بتتكلمي فيه فحقيقي نورتين وشرفتين وحن سعداء بوجودك معنا شكرا قوي أنا أكتر شكرا جزينا لك ألف شكرا ألف شكرا